تصدف مصر فعالية الاجتماع الوزري الرابع والعشرين لمنتدى دول المصدرة للغاز وذلك بالقهر خلال الفترة من الثالثة والعشرين حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري برئاسة وزير البترول طارق الملأ وأوضح الملأ أن ناقاد الاجتماع هذا العام في مصر يأتي في ظل رئاستها للمجلس الوزري للمنتدى لعام الفين اثنين وعشرين مؤكدا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بناء بين الدول الأعضاء يركز على دور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول التاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الاحفوري ومصدرا موفرا للطاقة بتكلفة ملائمة